بحث وزير الموارد المائية ورأي هاني سويلم مع القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي جينا الفقي سبلات عزيز التعاون بين الأكاديمية والمركز القومي لبحوث المياه كما تم استعراض أولويات الوزارة في تطوير منظومة الموارد المائية تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري وأكد سويلم على دور البحث العلمي في تقديم حلول بناء ومقترحات للتعامل مع تحديات المياه شريطة أن تكون هذه الحلول قابلة لتطبيق على الأرض